السلام عليكم ومعنا كمان بيضة وفانيليا وبيكن باودر اما السكر يا اما نستعمل سكر استيفيا الاكياس او نستعمل سكر استيفيا اللي في العلب هناخد منه معلقتين كبار وباقي المكونات ممكن ان احنا نغير فيها ده المكونات الاساسية هنجيب دلوقتي بولة ونحط فيها بيضة ونحط عليها دلوقتي غطى من الفانيليا السيلة ونشغل دلوقتي المضرب على اعلى سرعة وبعد ما ضربنا البيضة بالشكل ده هنضيف عليها السكر اي سكر يا جماعة مناسب للكيتو ونشغل المضرب بالشكل ده وكمان معنا زيت جوز الهند وزيت جوز الهند ده يا جماعة زيت صالح للأكل لو مش عايزين تستعملوه او مش متاح ممكن انتوا تستعملو زبدة هنحط دلوقتي نصف معلقة صغيرة مليانة من البيكن باودر على دقيق جوز الهند وهنبدأ ان احنا نضيفه كده على مرتين ونقلب وهنحط باقي الكمية ونقلبهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده بعد كده هنحط زيت جوز الهند هنحط 4 معالق قبار من زيت جوز الهند او ممكن نبدله بالزبدة على حسب ما انتوا عايزين وبعد كده هنبدأ ان احنا نضيف حليب جوز الهند بالتدريج ونقلب المقونات مع بعض وبعد ما حطينا كمية حليب جوز الهند كلها هنقلب المقونات مع بعض كده كويس هيكون الملمس بتاع الكوكز ناعم جدا بس محتاج حاجة تمسكه زي ما حضراتكم شايفين اهوت محتاج اي حاجة تمسك المقونات مع بعض فعندوك دلوقتي اختيار من حاجتين اما تحطوا اشطة او ان انتوا تحطوا جبنة كريمي انا هحط معلقتين كبار من الاشطة على حسب ما انتوا عايزين جبنة قليلة الملح او اشطة انا هحط اشطة ودلوقتي هستعمل ايدي واجن المقونات مع بعض كده كويس بالشكل ده هي كده معانا كويسة جدا مفرولة بس ينفع ان احنا نشكلها ودلوقتي هنجيب معانا صاج الفرن ونحط عليه ورقة زبدة ونبدأ ان احنا نشكل الكوكس بتاعنا هناخد كمية على ادينا كده ونحاول ان احنا نعملها على شكل دايرة ونحطها على صاج الفرن بالشكل ده ونعمل برضو واحدة تانية بنفس الطريقة شايفين هو مفرول بس سهل جدا ان احنا نشكله بيكون معانا بالشكل ده وهنعمل برضو بنفس الطريقة باقي الكمية لغاية لما نخلصها كلها وهنا خلاص انا خلصت الكمية بالشكل ده هنحط عليها دلوقتي شوية من اللوز المطحون او ممكن تحطه سوداني او فوزدق على حسب ما انتوا عايزين وهنضغط عليه بسبعنا كده علشان يثبت كويس على الكوكس وبعد كده هندخله على فرن سخن على درجة حرارة 180 بيقعد بالزبط تلت ساعة او اول ما يبدأ ان هو يحمر من تحت كده بننفل عليه الفرن علشان جوز الهنت بيتحرق بسرعة وعايزين ان انتوا تحمصوه شوية شغالوا عليه الشوية من فوق لو مش عايزين حاجة ترجع ليكو انا شغلت الشوية حاجة بسيطة كده علشان احمصه من فوق وقفلت علشان طبعا اللوز ما يتحرقش بيكون معانا بالشكل ده وده شكله برضو من تحت جميل جدا يلا بينا بقى نقدمه مع بعض انا قدمته بالشكل البسيط ده طبعا اهل حاجة للكوكس مع الشاي طعمه جميل جدا وهيعجبكو اوي ان شاء الله ويلا بينا بقى كده نشوف واحدة من قريب شكلها جميل جدا ويفتح النفس وكمان طعمها اكتر من رائع الكوكس ده جماعة سهل التحضير ومكونات ومتوفرة في البيت وده كان فيديو النهاردة طريقة عمل كوكس جوز الهند مناسب للكيتو دايت وده برضو فكرة المتوضع اتمنى يكون الفيديو عجبكو اذا عجبكو الفيديو بتاع النهاردة اشتركوا على القناة فعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي اعملوا لايك وشير وتعلاقاتكم الحلوة عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وبالفة هنا وعافية